شبابا عندي أخبار مش حلوة أخبارها تضايق جمهور برشلونة جدا وصلتنا معلومات خاصة البرنامج مع الكوير إن إدارة برشلونة بتفكر إنها تتخلى على اللمسية أيوة زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط اللمسية اللي كانت سبب رئيسي في كل أمجاد العملاق الكتالوني ممكن تختفي للأبد والسبب إن النادي ما بقاش قادر يتحمل تكاليف العناية بكل لعب الأكاديمية ومحتاج يرتب أولوياته وهيتم تقليص حجم قسم الكشافة والمحللين والمدربين واللعبين مع تسريح 80% منهم يا ساتر ليه كده بس؟ بعد سنين طويلة من تقديم أفضل المواهب في تاريخ كرة القدم بمختلف المراكز يبدو إن النهاية تقترب شوية شوية لواحدة من أفضل أكاديميات الكرة في العالم بس سيطرة هيحصل إلي اللاعبين اللي هيتم التخلي عنهم غالبا غالبا هيبيعهم لنوادي مجورة منافسة بمبلغة معقولة زي إسبانيول وجيرونا أخبار صعبة وصادمة صح لحصن حظ جمهور برشلونة إننا ما عندناش مصادر فابريزي رومانو وإن كل المقدمة دي من تألفنا معلاش وقعت قلبك أنا عارف بس ما تخافش برشلونة لسه ما وصلش للمرحلة دي ولو في سبب واحد إن النادي واقف على رجله لحد النهاردة فهو بسبب الأكاديمية دي مش لفترة واحدة من الزمن لا لفترات متعددة كانت لمسية هي منقص برشلونة والمقدمة الشريرة دي اللي بنعتذر إنها هخضتك عزيزي البرشلوني كانت عشان تحاول تفكر مشاعرك هتكون عاملة إزاي لو سمعت الخبر زي ده لأن أكيد في اللحظات دي حسيت إنه الأخبار دي صح فبرشلونة حرفياً في مهاب الريح لأنك مدرك كويس جداً تأثير لما سي على نادي برشلونة وقد إيه يا عمود من عاميد النادي اللي واقف عليها فلو إنت عايز تفهم إزاي بقت الأكاديمية دي واحدة من أفضل أكاديميات الكرة في العالم فأنت محتاج تركز معانا كويس قوي في الحلقة دي موعدك مفيش أي أخبار مرعبة تاني ولا أي حاجة تزعلك بقية الحلقة كلها حقائق وتفاصيل مسيرة جداً للاهتمام بالنسبة لأي حد بيحب الكرة فأنا بإنه نبتدي أعزائي المشاهدين أهلاً بكم في وقت اليورو أكيد شفت والد لمين يمال ما خلاش قناة إلا وتكلم عليها وما خلاش ستوري إلا ونزلها على الإستجرام وفضح الواد وبينزله صور وهو بالحفظات وهو بيستحمى ومش سايبه في حاله ناس كتير الموضوع ده دقيقهم جداً وبصراحة حقهم يعجب ما هم خايفين على يمال ومش عايزين حد يشتته خصوصاً في مرحلة النجومية اللي بدأها بدري قوي دي وعايزين يركز لحد ما يبقى فعلاً نجم كبير بس أنا عايز أقول لك على حاجة أنت كمتابع جاتك للفرصة يتابع موهبة لمين يمال الاستثنائية ويستمتع بيها طول الموسم فأنت مش مقدر بقى الحاجات اللي في الكواليس دي وعشان كده يمكن مش متفهم بشكل ما تصرفات والد يمال يعني مثلاً من الحاجات اللي بيتم التغاضي عنها أو ما بتلفدش الانتباه في قصة يمال إنه لما تولد لمين يمال أبو كان لسه عنده 21 سنة وكان شايف لمين دنيته كلها وأصلاً سمل أمين يمال تيمون بقرب صديقون لي أمين وجمال ما كانش معه فلوس بس كان عايز يخليه نجم كورة عالمي كان بيشتغل كتيره وفترة أمه عاش بعيد عنه بس لما كان بيبقى معاه كان هو اللي بياخده المترو وياخده على التدريبات ويمال بينام على كدفه زي أي طفل بريق بيكون في مشوار مع والده لك أن تتخيل بقى أن الولد ده اللي والده كان شايف حاجة فيه تدرك في الفئات السنية عشان يسجل طوال فترته في الأكاديمية مع برشلونة ما يقارب 357 هدف 249 مباراة خلال الفترة ما بين 2014 و2023 ولك أن تتخيل إن الولد ده في سنة 2017 بس مسجل 79 هدف والسنة اللي بعدها مع فريق تحت 10 سنين بيسجل 70 ده غير إنه كان بيلعب في الفئات السنية الأكبر من عمره ورغم كده كان بيكون هو نجم كل المتشاط والأجمل في قصة ياميل إنه في خلال الفترة دي لما بدأ يدرك أكتر قيمته كلاعب وعرف قدراته ممكن تودي فين وإزاي حياته ممكن تتشقلب رأساً على عاقب وتودي على شط الأحلام بالمستريح فوضل ياميل هو هو نفس البني آدم اللي أهل وأصحابه يعرفوه ما عملش زي صاحبك الناقص عارف أنت صاحبك اللي بايت في تويتر وبيزهلنا بقراءه المهمة جداً على مجتمع كل يوم وأول ما تويته ليه تضرب وتفيرل يقفل تليفونه وما تشوفش قشه خالص ياميل بقى ما عملش كده لأنه صحيح بقى بيطير بطيارات خاصة وبيروح يصايف في اليونان مع ميدالية بطل أوروبا بس ده ما خلهوش ينسى هو جاي منين وإزاي قاتل وكفح في حياته عشان يبقى في المكان ده لما كان ياميل بيزول والده وعيلته بعدما يرجع من نمسية كان بيلعب كرة عادي في الشارع مع أولاد الحي وكان عادة بيلعب مع أولاد أكبر منه والمنطقة اللي كان ساكن فيها تعداد الأجانب فيها بيبلغ و33% تقريبا من إجمالي سكانها وتعتبر واحدة من أفقر المناطق في إسبانيا والمنطقة دي تعتبر واحدة من المناطق اللي بيهجمها حزب فوكس باستمرار اللي يعتبر حزب طيار اليمين المتطرف في إسبانيا المعادي للأجانب والموضوع ده أزعج والد ياميل اللي في مرة راح هجم على تجمع لفوكس بسبب دعايتهم السياسية ضد المهاجرين وضد المنطقة اللي هم عايشين فيها وكان هيدخل في مشاكل قضائية بسبب الموضوع ده ده حتى لسه حصل مشكلة معاهم الإسبوع اللي فات وللأسف حد منهم طعنوا بسكينة في بطنه بنتمنالوا يقوم بالسلامة طبعا وعشان كده برضو لما ياميل بيسجل أي هدف بيحتفل بإشارة 304 وهو الرقم البريدي لمنطقته روكافاندا ولما كان بيحتفل بالفوز باليورو احتفل بعلم المقاطعة الإسبانية دي عشان مش ناسي الحي اللي لعب فيه وحب الكرة فيه وهو صغير يامال يوم انتساءل المسم اللي فات في مقابلة مع مجالة جي كيو عن أكتر عشر حاجات مستحيل يعيش من غيرها أول حاجة قالها هي بطاقة المواصلات العامة البطاقة دي بتخليك تركب أي باص أو مترو داخل برشلونة وأم يامال ربنا يخلي هالو اديت هالو بعد ما انتقل على المسيح وبسببها كان بيروح على التدريبات أو بيروح المدرسة أو يتفق مع أصحابه على خروجه وأوقات كتير وخصوصا أيام المطشاط كان بيكون شايل هام مين اللي هيوصله لحد ما قرر قريبه محمد أنه يتولى المهمة دي وبقى مشهور بين العيلة بأن شوفير يامال المبادئ دي اللي موجودة عند النجم الشاب بيعتقد خوردي فونت مدرب يامال موسم 2016-2017 إنها واحدة من الأمور اللي بتستحق أكاديمية برشلونة السناء عليها لأن على قد ما هي ساعدته عشان يطور إمكانياته ويبقى نجمه أسطوري فهي بتدي برضو اهتمام كبير بالبيئة اللي بيتربى فيها اللعابين إنها تكون إيجابية مش سلبية لأنها بتخلي اللعيبة يحسوا إنهم إخواته بتديهم روح الانتماء للنادي نفسه وبقدر ما بيهتم النادي إن لعبته ويبقى نجوم كبار بيهتموا برضو إنهم يعلموهم وما بيأثروش في النقطة دي إطلاقاً وعلى سيرة يامال بما إنه هو أفضل نموذج ممكن نتكلم عليه عن لمسية في الوقت الحالي خلينا نبدأ نتعمق أكتر في خبايا الأكاديمية دي الأكاديمية اللي ترجمتها الحرفية المزرعة أو الاسم اللي هي معروفة بيه لمسية لما تسمع أسماء مدربي لمسية ولا المديرين ومسئولي الأكاديمية لأول مرة تحسهم كده عاملين زي علماء النووي ولا الصواريخ اللي بيتم التصطر على أسمائهم عشان محدش يتعرف عليهم ويتم اغتيالهم ولا حاجة لأنهم ببساطة هم كنزم المعرفة وخسرتهم هتبقى صعب تعودها أو لما تشوف إزاي قطاع كبير من جمهور برشلونة بيعملوا لعبة لمسية اللي بيتم تصعيدهم للفريق الأول وكأنهم المختارين والأبطال المجهولين اللي جايين ينقذوا النادي وبيقاملوا أن هم دول اللي هيحافظوا على قرس النادي بس سواني كده وهدى معايا شوية هم مش لعبة لمسية نفسهم بقى بيلعبوا الدور ده مع برشلونة وأحيانا بشكل مبلغ فيه كمال أوريالي ألتميريا وهو مدير صابق في لمسية أجاب عن التساؤلات دي وقاب لنا من الآخر أنه إداري برشلونة بيفتكروا بس أن عندهم أكاديمية بتطلع دهب لما يكونوا في مشكلة اقتصادية أو أزمة إدارية وأنه فيه سوق إداري بشكل مش طبيعي في طريقة إدارة ملف الأكاديمية واللي بنقصده هنا بسوق الإدارة مش أنه ما بيتمش العناية باللعبين أو فيه مشاكل في الأكاديمية نفسها لا لا مش ده القصد طبعا لكن فيه معضلة بتواجه اللعبين في أهم مرحلة في مسارتهم المشكلة حسب ما الرجل بيقول أن في الوقت اللي بيكتمل فيه بناء هوية اللعيبة وتبقى جاهزة عشان تاخد فرصة مع الفريق الأول الحاجة دي ما بتحصلش والإدارة ما بتصقش في اللعب ده انت متأكدة كوير والله أنا مليش دعوة تعال نبص على التاريخ هو اللي هيجاوب علينا في أيام العز في برشلونة أيام ما النادي كان فيه فلوس وعملين يبعطروها يمين وشمال وتحديدا في يوليو 2016 تعاقد برشلونة مع الفرنسي لوكاس دين اللي كان بيتم معامه الثلاثة وعشرين مقابل 16 مليون يورو ونص من باريس سان جرمان عشان يكون بديل لجوردي ألبا في الوقت ده أليكس جريمالدو اللي حلام متقلق مع بارلي باركوزن وأصبح لعب دولي في منتخب إسبانيا كان حرفيا مكسر الدنيا مع الفريق الرديف عشان يتم بيع دين بعدها بسنتين بس لإفرتون بعد معانا من مشاكل في التعاقل مع النادي في الفترة دي ورجع بارشلونة بعد سنة شارع جونيور فيركو من ريال بيتيس مقابل 20 مليون يورو في نفس الوقت اللي كوريا وميراندا كانوا موجودين فيه وماخدوش حقهم عشان الأول يبقى حاليا لعب مع نادي تشيلسي ونجم منتخب إسبانيا في اليورو والتاني لعب أساسي مع ريال بيتيس ولكي أزيدك من الشعر بيتا أحد المصادر المقربة من إرنيستو بالفيردي مدرب بارشلونة السابق بيقولوا إنه في سنة 2018 كان بالفيردي مقتنع بأن أليكس كولادو هيبقى ليه دور مع الفريق الأول والمفروض أنه كان ساعتها ياخد فرصته عشان يكتشف من تقارير وسائل الإعلام إن النادي تعاقد مع ملكول اللي هو حاليا اللاعب في الهلال السعودي هتيجي تقول لي يا كوير انت بتقول إيه بتكلمنا عن اللعبة دي ولا كأنها مواهب القرن يعني يا سيدي ماشي بس أنا مش ده قصدي ما تاخدش الموضوع بره سياقه القصد من الكلام ده إبراز مشكلة تصعيد اللاعبين للفريق الأول وطريقة إدارة عدد دقائق لعبهم وقبل ما أقول أي حاجة تانية تعالى كده عايز أوضح لك نقطة مهمة أنا في الحلقة دي مش هدفي إن نمسك الخرزانة ولا سوع فلافورتا ولا إدارة برشلونة خلاص فيه غير الدالهم وما أصرش ولا عايز أحسسك أن القرش في ريز تمكن مني وتعاقد معي عشان ألم مع صورة مدريب خصوصا إن إحنا لسه عاملين حلقات عن مبابي وبيلنجهم بس أنا عايز أعرفك الإيمة الحقيقية للأكاديمية دي وقاد إيه اللعبة اللي بيتخرجوا منها بيعانوا عشان الناس تقول عليهم بصوا يا جماعة هم دول خريجي لمسية أول مهنزف ليج برشلونة مدح في لمسية جدا وعبر عن إعجابه الشديد بالمنهجية اللي بيتبعها النادي في إخراج هذا القدر من المواهب وهو أكيد مش أول واحد يقول كده بيب جوارديولا مثلا اللي كان خريج لمسية برضو واعتمد على خريجي لمسية كمان خلال فترة التدريب والبرشلونة كان قال جملة شهيرة جدا اللاعب الذي يمر عبر اللمسية يمتلك شيء مختلف عن باقي اللاعبين أيها بقى عم جوارديولا بتعرف تطب الجامد انت برضو أيها طبعا أما ليه ممكن تحس كده خصوصا لما كنتش برشلوني بس طبعا جوارديولا عاش تجربة لمسية نفسها واتدرب تحت إيه لعيبة تلعم اللمسية ومفيش أفضل منهم يكلمونا على الأكاديمية دي عشان كده هناخد بكلام حد تاني يعتبر من أهم خريجي لمسية وهو زرقاء اليمامة شافي هرناندز اللي قال في إحدى المرات في مقابلة مع دازل نقطتين مهمين جدا أولا إن حجم التطلعات داخل الأكاديمية مرتفع جدا والكل تحت ضغوطات من لاعبين لمدربين لإداريين لأطباء وطبخين وللمسؤولين عن العشب طبعا آخر اتنين دول هم جدعانة من عندي يعني والنقطة التانية المهمة هي إن ما يميز لمسية عن أي أكاديمية تانية هي إنها بتعتمد على العاطفة شافي ينصد الجانب الإنساني المميز اللي بيتم العناية به داخل الأكاديمية بحيث إن كل لعب يحس بإمته وكل لعب يحمل مبادئ برشلونة نفسها وهي البحث عن المتعة واللعب الجميل والأهم بقى من كل دول إنها بتخليك شخصة أفضل مش بس لعب أفضل في سنة 2016 فيه مشروع صعب بقوة وبهوية جديدة وأخذ حيث كبير من الاهتمام من إدارة برشلونة اسمه مسية 360 والمشروع ده هدفه مساعدة اللاعبين في حياتهم خارج الملعب ومن بين الأمور اللي بيركز عليها المشروع ده هو إنه يكون للأهل دور في نجاح أولادهم فبيعودوا معاهم ويحاولوا يفهموا منهم إزاي في رأيهم ممكن ابنهم يتطور مع برشلونة وإزاي ممكن يبقى أفضل نسخة من نفسه وإيه هي نقاط قوته عشان يتم استغلالها وأكيد نقاط القوة المقصود بها هنا هي في شخصيته ومش في إداءه في الملعب الحاجة التانية اللي بيركز عليها المشروع هي تعزيز التواصل بين اللاعبين وكل الأشخاص اللي بيختلطوا بيهم في حياتهم كلاعبين وبين اللاعبين نفسهم وحتى المدرب ليه جزء مهم في القصة دي بحيث يقعد مع كل لعب هو مسؤول عنه بشكل أسبوعي وتقريبا كل أسبوعين أو ثلاثة بيقعد مع عائلات اللاعبين وأكيد المشروع ده بيركز جدا على إن اللاعب يعتني بدراسته إلى جانب لعبه للكورة فبيكون في جلسات خاصة فردية بيتناقش فيها بعض المتخصصين مع اللاعبين عشان يفهمهم أكتر ويفهموا إزاي يقدروا يوجهوهم بس أكيد أهم هدف من عملية التواصل دي هي إن اللاعب يعبر عن نفسه يعبر عن رغباته وهو بيطمح يعمل إيه ومن هنا كل متخصص بيعرف يوجه كل لاعب المفروض يعمل إيه مع المتابعة مع عائلته وأكيد فيه مبادئ وأمور معينة بيتم تعلمها لللاعبين زي حتة الانتزام دي وفيه تدريبات خاصة عن كيفية التعامل مع الضغوطات وإزاي يتصرفوا في مواقف محددة وإزاي يظهروا قدراتهم الإبداعية أو مثلا لأنهم بيختلطوا مع لاعبين كتير إزاي يعرفوا يتصرفوا مع كل لاعب وممكن كل مدرب كمان حسب ظروف كل واحد منهم وبدون شك الحاجات دي بيقودها ناس خبراء في الطب والعلم النفسي خلاص يا عم خلينا نقفل كتاب علم النفس ده ونجيب كتاب تاني من المكتبة عايزين تاكتيكس وتخطيط ونعرف لعبة لمسية دول بيتدربوا على إيه أول ما وصل لبورتا للنادي في ولايته التانية طلع بشعار واضح أنه عايز يرجع النادي يعتمد على أكاديميته عشان يبني النادي من جديد ويرجعه للنجاح هو صحيح جزء من القرار ده أن النادي عايش أزمة مالية بتخليه يحسب اليورو والجنيه اللي داخل واللي خارج لكن الأسباب اختلفت والنتيجة كانت أن الفريق بدأ يرجع لأسسه لدرجة أن 15% من لعبة برشلونة المسم اللي فات كانوا من خريجي لمسية وهو المعدل الأكبر بين كل أندية الدوريات الخمسة الكبرى حسب معهد C.I.E.S هم بيدوهم إيه؟ بيشربوهم إيه؟ طب بيدربوهم على إيه؟ خلينا نحكي لك عن واحد من أجدع رجالة برشلونة اللي كان ليه تأثير ضخم على قرس النادي وعلى أكاديمية لمسية نفسها باكو سيرولو مدير منهجية كرة القدم السابق في برشلونة واللي قضى 46 سنة مع النادي الكتالوني باكو كان مسؤول على اللياقة البدنية وأكيد بتدريباته والمنهجية لزراعها داخل الأكاديمية في تدريبات التحمل والجاري والقفز وكل التدريبات المتعلقة باللياقة بس الفكرة إزاي تقدر تقيم قدرات اللاعب وتربطها بسلوكه كعضو داخل الفريق يوه رجعنا العلم النفس تاني يا عم أصبر أصبر أولا بيتم مراقبة اللاعب خلال المباريات والتدريبات وعلى أساسه بيبقى فيه تقيمات لقدراته إيه اللي عنده وإيه اللي نقصه ثانيا القدرات دي انت عايز تستغلها في سياق صحيح عشان تعرف تطلع أفضل ما في اللاعب وما تقدرش تعمل كده لو ما كانش عندك البروفايل الصح عنه وسالسا أحيانا اللاعب ده بيكون عنده قدرات فزة لكن سلوكه داخل الملعب ممكن يؤثر عليه فرديا وعلى الفريق بشكل عام وما بقصدش هنا بالسلوك انه بيدرب لعبة الخصم ولا بيكون عصبي وكل الكلام ده لا لا المقصود هو تصرفات معينة أو قرارات بيأخدها اللاعب وبتكون سلبية ومحتاج انك توجهه يعني على سبيل المثال خلينا نحكي عن كيزة قبل إصابته ووقت ما كان متوهج في يورا 2021 اللي فازت فيها إيطاليا لعب سريع جدا عنده بول سترايكينج ملفتة وبيبزل مجهود ضخم خلال اللقاء وحرفيا ما بيهداش ربنا يدي الصحة بس أحيانا النقطة اللي الجمهور بيحسبها نقطة إيجابية دي هي بتكون نقطة ضعف لو بصنا عليها من الزاوية الصحة موضوع انه بيجري كتير وبيبزل مجهود بدني ضخم ده إيه الفايدة لو كان الجري ده كله لمجرد الجري ومش بيجري بطريقة موجهة بتساعد فريقه على الضغط مثلا وفيه نقطة تانية مثلا من مشاكل كيزة انه في معظم الأحيان وهو بيجري بتكون راسه وبص على الأرض سواء بقى بيجري بالكورة أو من غير الكورة فلو معاك كورة فده بيقديل تحركات مش صحيحة وانه بياخد قرارات كان فيه أفضل منها زي ان في زميل لي مثلا يكون في مكان أفضل او مشافش لعب منافس لي جاي يقطع الكورة ونفس الكلام طبعا لو مش معاك كورة وبيجري عشان يلحق هجمة مرتدة عليه مثلا فهو ممكن يدمر الهيكل الدفاعي إلى رسم المدرب الهدف من الكلام ده مش اننا نعدد مساوق فدريكو كيزة ده مش موضوعنا أصلا لكن هو من سهل ان ممكن مدرب يشوف نقطة قوة عند لعب اللي هي انه بيبزل مجهود كبير وبيجري كتير لكن نقطة القوة دي فيها عيوب وفيه تفاصيل معينة لازم يشتغل عليها وده اللي المفروض يشتغل عليه أي جهاز فن لكن الأمر مختلف تماما في لماسية الحاجات دي بيزرعوها في اللعبة من هم صغيرين زي انه يكون جاهز زهنيا لللعب مع الفريق الأول ويكون بيعرف مبادئ اللعب التموضوعي ومتدرب عليها ويعرف يعني إيه لعب تالت ويعني إيه ندور على اللعب الحر وعشان كده انت ممكن تشوف اللعب اللي جاي من لماسية أندج وأحرف من اللعبة كتير ممكن تكون أكبر منه بسنين وبسبب المنظومة دي تحولت لماسية من أكاديمية لنادي برشلونة حرفيا عندك مثلا كوبارسي اللي شفنا الموسم اللي فات كان اللعب رقم 204 اللي بيخرج من لماسية وبيلعب مع الفريق الأول يعني لو عملنا حزبة بسيطة كده فأكاديمية لماسية من يوم تأسسها بالشكل الحالي سنة 79 لحد النهاردة يعني بنتكلم في 45 سنة طلعت 204 لعب لعب مع الفريق الأول للبرصة اللي هي بمعدل 4 لعبين ونص في الموسم الواحد أكيد طبعا غير الأسماء اللي احنا هنشوفها الموسم ده وشوية ولاد صغيرين جابهم لنا فليك في الموسم التحضيري ممكن يطلع منهم حاجات كتير دول وعلى ذكر الأسماء احنا ما ينفعش العدي من غير ما نذكر شوية أسماء من اللي جابتهم الأكاديمية دي بس في بداية القرن الواحد وعشرين أكيد البداية هتكون مع الأسطورة سيرجي روبرتو كنت مستني أن أقولك ميسي صح فجئت أكلب سيرجي روبرتو لا بس سيرجي روبرتو حاجة تانية خالص ده هو اللي جاب الجن في باريس يا عم وقعد في النادي سبع سنين على حس الجن ده لحد ما مشي السنة دي وطبعاً الأسطورة ليونال ماسي وعندك تشافي هرناندز وإنيستا وبيول وبيكي وبوسكتس وتياجو ألكنتارا وبيدرو وجافي وفاتي ولمين يا مال طب انت بقيت بتعرف لعبة لماسية بتمر بايه وبتتدرب على ايه وديناك قصة كفاح جميلة عن لعبة تخرج من لماسية وبقى هو نجم برشلونة حالياً ونجم إسبانيا برضو ودلوقتي جي الوقت اللي قولك خلاصة الكلام ده كله وهذا في ايه من كل الرغي ده وكل التفاصيل دي اللي ممكن تكون بتسمعها لأول مرة شوف سيادتك في جزء كبير من لعبة لماسية حرفياً اتدمرت مساريتهم قبل ما تبدأ أو أول ما بدأت بسبب سوق إدارتها يعني ايه ما تعرضوا لإصابات لأنهم لعبوا كتير أو معرفش النادي ازاي يودير مرحلة علاجهم وفي جزء ميلهم ما خدوش دقيق لعب وده أحباطهم لأنهم في النهاية هم خريجي لماسية وبيعتبروا نفسهم من أفضل مواهب العالم وعايزين يلعبوا ويثبتوا الكلام ده فبيسيبوا برشلونة وبيروحوا على مكان تاني وفيه حاجة إحنا مسؤولين عنها كمتابعين والموضوع ده أنا مش بقصد بيه المواهب اللي اتخرجت من لمسية بس لا أنا بتكلم على المواهب اللي ممكن تكون تلعت من أي أكاديمية تانية في إسبانيا أو خارجها لعيب عرف يلف حواليه نفسه بالكورة بس هو ده يا جماعة شاف هرناندز الجديد مدافع شعره طويل وبيلعب بروح عالية لقينا يا جماعة الوريس الشرعي الكارلس بيول لعيب عنده دريبلنج حلوة وبول سترايكينج ممتازة بقولك إيه اسمع مني الودا انيستا لعيب مش طويل ولمسته للكورة حلوة وبيعرف يرقص اتنين وثلاثة ويمكن برضو ميسي كان بيحميه هو صغير أخيرا لقينا ميسي الجديد يا جماعة اهدو اهدو موجة التضخيم دي بقى دمها تقيل قوي ومملة جدا وأكيد هنا لما بتكلم عن التضخيم فهو يا إما بجانبه الإيجابي أو السلبي يعني انت لما تمدح لعب طول الوقت وتضخم إمكانياته وتقارنها بأساطير وفجأة تكتشف ان كل كل كلامك ده كان هاري لمؤاخزة واللعب ده ما عملش كل الحاجات اللي انت بتوصفه بيها دي هيحصل ايه يا ترى؟ هيبقى فيه موجة قراء سلبية مضخمة مضادة كالعادة واللعيب ده زي ما تحط في ضغطه انه يثبت فعلا انه قادر يكون زي الأسطورة اللي انت وصفته بيها هيبقى تحت ضغطه مضاعف عشان يقدر يثبت الموضوع ده وهو اصلا فيه عليه هجوب من الجمهور وان طبعات مش كويسة عنه في الوقت ده ممكن حضرتك تيجي تقولي أنا مالي يا عم ما بالغ براحتي هو انت دفع لي باقة النت ولا اشتراك بيين ما تسيبنا استمتع بالكرة زي ما أنا عايز وابالغ زي ما أنا عايز لو انت بتفكر كده فربنا يحفظك بس المشكلة لو انا عملت كده وانت عملت كده واخونا عبدالعزيز من السعودية عمل كده وصاحبنا صوفيان من المغرب عمل كده ومشينا كلنا نقفور بالمنظر ده هنبقى سبب من اسباب تدمير المواهب دي يلا بينا كل مواهبة تطلع نقارنها بأسطورة ونزرع ايجو جوا دماغ اللعيب ونحط عليه ضغطات واكتر اللعيبة اللي بيتأثروا عادة بالقصص دي هم اللعيبة الحريفة ويوم ما يختفوا اللعيبة الحريفة دي نوعظ نصيح كرة القدم ماتت فين المواهب الجميلة وفين المتعة يصطم المتعة موجودة قدامك والله بس انت مصر انك بدلا ما تستمتع باللي بيقدمه اللعيب ده تروح عامل مقارنات واتضخم من حاجات هيا مش موجودة عنده أصلا وتبقى تنتقده بقى على امكانياته الوهمية اللي انت بنيها في خيالك بس خلينا نتكلم عن يامال بما انه الموضوع حاليا بيحصل معايا هو تحديدا يعني يامال حرفيا لمقدم مسم ممتع وقدم بطولة يوروستثنائية بالنسبة اللعيب في عمره وكلنا مستنين المسم الجديد عشان يشوف هيقدم لنا ايه تاني وميسي حمه وهو صغير وديه حاجة لطيفة وحدوتها جميلة تضاف لقصته بس بجد ايه لازمة المقارنات مع ميسي ايه لازمت نحط صورة فيها في نيوسيس ومبابي ورودريجو وبالنجهام في ريال مدريد وفي المقابل نحط تلمين يامال لواحده وقصادهم وعايز ينفسهم يا جماعة ما تسيبوا يستمتع بالكورة ونستمتع معاه بلاش مبلغات عشان احنا زهقنا بلاش مبلغات عشان انتم بتساهموا في تدمير المواهب دي من غير مانتو ولا هم يحسوا اهوبا دقنا المسم الجديد وزي ما تعرفنا على يامال هنتعرف على مواهب جديدة تانية وقبل ما تبلل في تقدير المواهب دي وتحطها في مكان هي لسه ما تستحقوش وركزلي على كلمة لسه دي ابقى افتكر انت عملت الموضوع ده كم مرة قبل كده انا ممكن اعددلك اسامي بالهبل بس هسيبك انت تفتكر لوحده اما انا فهكتفي لحد هنا وبقولكم طبعا هابي نيوسيزن وان شاء الله يكون مسم جميل علينا كلنا وانا تمنى التوفيق للعملقة الكتالوني بقايدة الاسطورة لامين يامال ميسي الجديد وكالعادة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حلقاتنا اللي جاية سلام